لغة الملايين والملايين الكثير جداً الحقيقة بقت هي العنصر المحرك والأساسي في عالم كرة القدم وزي ما حضراتكم شفتوا الصفقات والانتقالات وقيمة الميزانيات بتاعة الفرقة احنا في البطولة دي لعبنا فرقتين واحدة الفرقة الأولى يعني فرقة الدحيل هي الأكثر انفاقاً على الانتقالات في موسم 2020 ده بشهادة الفيفا وتاني ماتش الهاب نعفر قريباً قيمتها بتقارب المليار دولار وزي ما قلت لحضراتكم في ظل الإمكانيات المتاحة والاقتصاديات بتاعة كرة القدم مش في مصر في أفريقيا اعتقد ان وجود الأهلي وسط الكبار وجود الأهلي في محفل مهم جداً زي كاس عالم أندية نكتلعب مع بير ميونيخ نكتلعب بكرة ان شاء الله مع بالميراس وتعمل أداء يليق بشخصية بطل أفريقي اعتقد ده في حد ذاته مكسب كبير يبقى الكلام على بكرة هنعمل ايه وايه هو أفضل سيناريو الأهلي يواجه بيه بالميراس مع الأخذ في الاعتبار بين قسين أنه الأهلي عنده فرصة ان شاء الله بإذن الله لو أدى بشكل محترم أنه يتوج بالبرونز أو يفوز بالميدالية البرونزوية هنتكلم أكتر على المتاحة بالميراس مع واحد من النجوم النادي الأهلي كابتن هاني العجيزي ضفنا فيه السادسة مساء خير يا كابتن هاني مزيز أحمد عملي أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله ازاي؟ مش هدخل في تفاصيل معاك وفكر حضراتكم طبعا اسأل هاني العجيزي على صفحات السوشال ميديا في انتظار أسئلة حضراتكم بتحب تسألوها الكابتن هاني رأيك في مشاركة الأهلي إجمالا مش بتكلم على ماتش الدحيل ومش بتكلم على ماتش البيرن ولا حتى على ماتش بالميراس بكرة وجود فرقة الأهلي الجيل الجديد انت عارف أن الأهلي بيجدد شبابه بالفرقة الموجودة في بطولة كبيرة زي دي من وجهة نظرك طبعا ان عايز طبعا اقولي النادي الأهلي مبروك ان انت موجود في المرة الصادسة في بطولة كبيرة زي بتطول كاس عاملين عنده فعل النادي الأهلي جديد هو يكون موجود في بطولة كبيرة زي دي وجودك في البطولة دي abanس عامد مش منفراغ انت بتلعب بطولة إفراكيا بتأدي بشكل كويس جدا بتكسب أجمة فرق في إفراكيا بتوصل عشان بتوصل لكاس عاملين لدي كاس عامل دي عشان توصله لازم تتعب طبعا. مجود كبير جدا 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 طول السيزن. مش من فراغ. آآ. الناس بتقول اني دي احتفل لي. النادي الاهلي ببرايح. احتفل. لا ما فيش حاجة اسمع الكلام ده خالص. انت بتروح بتلعب. ديك شوفت الفرق عاملة ازاي. دي النز على انها ما كسبتش باير ميونيخ. حاجة كواسة جدا. طبعا. طبعا. دي انا بقوليك بس الاهلي يعني ثقافة جماهير النادي الاهلي بتلعب باير ميونيخ افضل فريف العالم. وعندك احساس جواكو انت اتفاجع المطش. الاهلي هيكسب. ممكن يعملها. آآ. لما البيون جاب جون في الاول بقى فيه صوت كده من جواك جواك. الاهلي ممكن يتعاق. فاهم قصدي? يعني ده الاهلي يعود جماهيره على كده. ورد فعل الجماهير كمان بعد بعد الخسارة من البيون. وازاي الناس زعلانة. يعني انت زعلانة. يعني انت خسرا من البيون احسن فيها في العالم. فده انا شايف ان هو مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهلي. وممكن الناس بتقول لك يعني ناس طبعا لي مش عجبها ان انت بتلعب النادي الاهلي وبتلعب يعني محطوط في الثمنتاشر او بتلعب مثلا محطوط في بتلعب زون مع نادي باير مونخ. هتلعب مع مين? يعني مش فاهم يا ده السؤال برضو اللي انا عايز اسأله. انت بتلعب احسن فريض في العالم. احسن سكوات في العالم. احسن لعبة في العالم. آآ آآ تاكتك آآ خطة. آآآ يعني اللي حاجة الياقة بدنية عالية جدا. جدا. بالزبط. انت تقدر تجاري اللعيبة دي وشوفنا محمد هانيو مستوى المتميز وشوفنا آآ 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 آشرف وشوفنا لعبة كلها مش عايز. فرقتنا فرقة صغيرة يعني شباب صغير اغلبهم. اغلبهم او مرة. مع انهمش خبرات مع شاركوش ومطولة كبيرة زي كده. ما لعبوش مع فرقة حتى ماتشوا ادي. يعني انت يعرف اجيال مختلفة من نادي الاهلي. كل فترة كده كنا بنلاقي الريال جاي بيلعب في مصر. روما جاي بتلعب مع الاهلي. بايرن جاي. برشلونة لعبناهم. برشلونة بيلعب مع الاهلي. ففكرة انك انك انت بقى في احتكاك مستمر بتهالي برضو بتكسر حتة من الرهبة. لكن دول اول مرة يعني 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 يلعبوا في بطولة كبيرة زي كده بطولة عالم اندية. وعلى حظهم جي في طريقهم باير ميونيك. فيعني برضو في حاجات كده لابد انها هتتحط في الاعتباع. بز يا زحمد انت البطولة دي اكيد هتلاعب احسن فيها في العالم. اه. ما فيش فيها كلام. يعني هتلاعب احنا لما كنا موجودين في الفين وتمانية كان فيه منشاستر هناك موجود وكان كريسيانو موجود معهم وروني وفيديتش وآآ يعني لعابة كبيرة جدا. يعني كان منشاستر ايامها كمان. دايب. هتطلع فاصل.